حياكم الله أصدقائي اليوم بنتابع إن شاء الله الشابتر السادس اللي رح يتكلم عن Part 2 اللي هو Part 2 Chapter 6 اللي رح يتكلم عن Strategy and Applications الاستراتيجيات والتطبيقات الشابتر السادس اللي رح نتكلم فيه عن إيش عن سلاسل التوريد والطلب حياكم الله معاكم محمد زيتاوي طبعا اليوم حنتكلم عن الأوتكم الأول الأوتكم الأول يا جماعة بكل بساطة بيقولك Identify the main element of supply chain management and procurement طيب هون بدل منك أنه تبين الأربع عناصر الرئيسية لإدارة سلاسل التوريد الـ Procurement اللي هي المشتريات الإلكترونية ففي عندك أربع عناصر رئيسية لسلاسل إيش التوريد وأول واحدة رح نبدأ فيها اللي هي عبارا زي ما بسموه prediction أو تخطيط وتنبؤ فالتخطيط والتنبؤ هون انت بصير في عندك عملية تطوير لتوقعات الطلب وبتتنبؤ بالشغلات اللي ممكن تحتاجها في المستقبل وبتخطط كمان لإنتاج والمخزون بناء على التوقعات اللي بتصير عندك فتخطيط وتنبؤ ثانيا إدارة المشتريات والمخزون وهون لازم تحدد المصادر المناسبة للموارد والخدمات وتدير عمليات الشراء والدير المخزون وتضمن توفر كمان المواد اللازمة اللي بتحتاجها ثالثا عندك النقل والتوزيع وبرضو هون لازم تعمل تخطيط مسبق لعملية النقل من المواردين لمواقع الانتاج والتخزين إلى آخره وبرضو كمان لتسليم العملاء بدك تعمل إدارة للعمليات رابعا عندك يا سيد العزيز التكنولوجيا والتكامل وهون لازم تستخدم تقنية المعلومات حتى تحسن شغلك وكفاءتك وصير في عندك هيك زي كومبتابلتي ما بين نظام الشراء والتخطيط وتحسن التواصل كمان مع كل أطراف مين جماعة سلسلة التوريد بالنسبة للبروكيرمنت اللي هي المشتريات الإلكترونية اللي هي الإي بروكيرمنت بمعنى أنك تستقنم تقنيات الإنترنت والتكنولوجيا حلو؟ في عملية الشراء والبيع وهذا بسهل التفاعل مع المشتريين والمواردين وبحل الكفاءة وبصير في شفافية في عملية الشراء وبقليل التكاليف بكل بساطة هذا بالنسبة إلى الله مصرع على سيد محمد الأواتكم الأول الأواتكم الثاني عم بقولك تستطيع الوصول على الوصول على الوصول على الوصول على الوصول على المشتريات طبعا بكل بساطة النظم المعلومات هون بتلعب دور محوري في قضية دعم إدارة سلسلة التوريد والمشتريات وهون عندك الآن تقييم للإمكانات اللي بتوفرها نظم المعلومات في هذا المجال يعني بكل بساطة هو طالب منك هو طالب منك عملية تقييم لإمكانيات نظم المعلومات طيب أنا هون بدي أوريك إيش يا سيد العزيز أنا بدي أوريك هون إيش أقيم لك الإمكانيات اللي بتوفرها نظم المعلومات حلو؟ نظم المعلومات حتى تدعم سلاسل مين التوريد أولا يا سيد العزيز بكل بساطة هلين نعطيكها بطريقة جميلة جداً عندك تخطيط وتنبؤ عندك إدارة مشتريات المخزون عندك نقل وتوزيع تكامل وشفافية تكامل وشفافية تقريباً مشابه للأوتلاين الأول اللي فيه تقنية تخطيط وتنبؤ وإدارة مشتريات حلو؟ ومخزون ونقل وتوزيع بالإضافة لتكامل وشفافية بالإضافة لتكامل وشفافية فبداية تحليل بيانات تاريخية دمج البيانات رابط البيانات مع التنبؤات بالنسبة لتخطيط التنبؤ بالنسبة لإدارة مشتريات المخزون تحدد الإحتياجات وتتواصل الإلكترونية مع الموردين عشان تسهل عملية الشراء وتتبع كمان المخزون نقل وتوزيع تخطط الحركة صح؟ بشكل آلي تستخدم تقنيات مثل تحديد المواقع والرسائل النصية تحسن الكفاءة وتمصلش تأخيرات عندك وتكامل وشفافية توفر منصات إلكترونية حتى يصبح دمج نظم عملية المشتريات وتتبادل المعلومات والبيانات مع كل أطراف سلسلة التوريد ويكون في عندك تحسين للرؤية الشاملة لمين؟ لسير العمليات يعني أنك تستخدم نظم المعلومات بشكل بسيط بسهم فيزيات الكفاءة وتحسين الإيجابية أو الإنتاجية طيب الثالث Analyze Procurement Method to Evaluate Cost حلو Analyze Procurement Method to Evaluate Cost شو بدك تحلل؟ بدك تحلل طرق الشراء للتقييم زي ما بسموها توفيرات التكليف طيب وهذا الشي بيصير من خلال شو؟ هذا الشي بيصير من خلال المناقصات التنافسية يعني تخلي المنافسة بين الموردين بتوصل أحلى الأسعاب بدها وقت وجهد وموارد لإجراء عملية المناقصة ممكن تصير تضحية في بعض جودة المواد لأنه تقل التكلفة طبيعية عندك برضو ثانيا الشراء المركزي هذا بيحقق توفيرات كبيرة جدا من خلال التفاوض بيساعد في توحيد المواصفات ممكن تطلب استثمارات معينة عندك الشراء الإلكترونية صاحبي بيؤدي لتخفيض التكاليب تحسين الشفافية بيطلب استثمارات في النظم البنية التحتية وعندك كمان التعاقب طويل الأجل مع الموردين هذا بيخلي استقرار في الأسعار وبيضبط التخطيط والتنبؤ وبيحد من المنافسة لأنك انت خلص تفاكت مع واحد خمس سنين لك قدام المانجمنت اشيو أول اشيو هنيجع عليها اللي هي بقولك كيف تكنولوجيات يجب علينا وكيف يجب عليهم تكنولوجيا تكنولوجيا قدرت سلسلة التوريد وأولويات نشرها في إطار سلسلة التوريد والشراء الإلكتروني ففي مجموعة في مجموعة خلينا فقط نعمل بوز نواني طيب يا جماعة نكمل نحن حكينا بالنسبة للتكنولوجيا إدارة سلسلة التوريد وأوليات نشرها في إطار سلسلة التوريد في عنا مجموعة من التكنولوجيات الرئيسية اللي لازم ننظر إلها في تطبيق مع تحديات أولياء أولويات النشر عنا الشراء الإلكتروني التخطيط المواد المؤسسات التحليلات البيانات ذكاء الإصناع نستخدمه ونعمل كمان التراكينج لسلسلة التوريد هذا بالنسبة للإشياء الأولى الإشياء الثانية جماعة بكل بساطة بكل بساطة ما يجب إدارتها من داخل وخارج المنظمة هاي العناصر ينبغي إنه إدارتها بشكل وبآخر من جوه وبرا باستخدام التكنولوجيا من داخل المنظمة من داخل المنظمة في عنا إدارة عمليات الشراء في عنا التخطيط والتنبؤ والمخازن والتوزيع خارج المنظمة بدك تدير العلاقات مع الموردين يكون في عندك تتبع لسلسلة التوريد والتعاون مع الشركاء الآن ثالثا which method of procurement should we adapt وعند هذا موضوع أهم مهم جدا بكل بساطة وعندك طرق كثيرة إنك تطبقها لتحقق التوريد الإلكتروني زي اللي بسموها إيه procurement portal اللي هي بوابات الشراء الإلكتروني منصات إلى آخره عندك إدارة العقود الإلكتروني تسويق إلكتروني يكون عندك برضو كمان تكامل مع نظم تخطيط الموارد المؤسسة هذه كلياتها بتحقق لنا موضوع اللي هو procurement طيب رابعا what are the practical issues with online supply chain management and e-procurement قضايا كثيرة جدا منواجهها في إدارة سلسلة التوريد زي أمن المعلومات حلو التوافق بين النظم والتكنولوجيا والموارد تكون جاهزة إدارة المخاطر الامتثال للقوانين المطلوبة من الدولة والمؤسسات كلياتها هذه يعني زي ما بنحكي لازم نخذها بعين الاعتبار هلو في موضوع إيش في موضوع سلسلة التوريد عبر الإنترنت والشراء الإلكتروني ويعطيكم ألف عافية